بالنسبة باعتبرنا جبنك سيلة كارلوس كروش وكده وباعتبرنا احنا النادي الاعلام نادي الزمانك الوحيدين تقريبا في مصر اللي بيسألوا على موضوع انه ازاي زيزو طارق حامد ما ينضموش المنتخب لكن كان قبل كده مكان افشى وشريف كان مصر كلها بتسأل ايو صحيح لكن دلوقتي لا اصد يوجد نظر فنية انا عاوز ان ما شوفوا ما يستبع بس مين في كاس العرب بس هو واضح ان الراجل دا للامانة برضو يعني عايز اقول ايه ان الجدل الوحيد اللي هو الاختيارات فيما دون ذلك لا هو مسيطر على الجيم مسيطر على المطش بشكل كويس فجدلوا دايما في كل معسكر في الاختيار يعني اللي كان الجدل قبل كده اللي هو محمد شريف وافشة والناس كلها زي ما قلت استغربت وامر طبيعي الناس كلها تستغرب كمان على زيزو وعلى طارق لان اتنين لعيبة وكبار جدا بالاضافة كمان لرمضان صبحي وابراهيم عادل لان اتنين برضو مميزين صحيح ده يعني تكملة برضو للمجموعة يعني